عزيزي المشاهدين السلام عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا بحضرتكم مع الدورة المجانية بفضل الله عز وجل في تحسين وتزيين الصوت عند تلاوة القرآن الكريم والتي قد طلبها من الكثيرون بفضل الله عز وجل ستكون بعدها إتقانك لهذه الدورة هو يعني هذه الورقة الذي سنستعمله بفضل الله عز وجل هو ورق يعني لم أبخل عليكم به بفضل الله عز وجل وأحتاج منكم إلى دعوة من القلب وإلى الدعاء إليه بالشفاء وأن يؤثر الله لي ولكم كل عسير إخوانا اللي بيصلوا في المحراب أو اللي بيقرأوا في عزة أو اللي بيقرأوا في قرآن تحقيق أو قرآن تجويد أو بيشغلين في مجالة تحفظ القرآن يعني أو بيستعدوا لرمضان إن شاء الله يعني بيكونوا في أمسل حاجة أن هم يعني وأصحاب أصوات آآ جميلة وتجزي بالناس إليهم طيب هل فيه استراتيجيات وهل فيه طرق نقدر من خلالها يكون صوت حل بالفعل طبعا بالفعل طبعا هنبدأ بإذن الله عز وجل يعني البداية تختلف يعني ما ينفعش أدخل في الصميم إلا ما يكون فيه بعض البدايات أولا علم الصوت أول من اهتموا بعلم الصوت هما العصر العثماني أخوان ما يسمى أخوان الصفا أخوان الصفا اهتموا بدراسة الموسيقى وبدراسة مين النغم وبالإشارة أحب أقول أنني لا أعلم المقامات أو الموسيقية معاذ الله نحن نتجنب هذا الموضوع قولا واحدا تمام يبقى أول ما يهتموا بعلم الصوت هم إخوان اسمهم إخوان الصفا طيب إذن كيف عرفوا الصوت قال لك أنه صوته عبارة عن إشارة بتصدر من جنس إلى جنس آخر من نفس النوع أو من نوع آخر يعني جنس لجنس من نوع واحد أو جنس لنوع الجنس تاني بس النوعين مختلفين وهديك المثال بس لما كمل المكان ده يتكون من عدة طبقات صوتية بيحمل أو يحمل هذا الصوت في طياتو ما يسمى السينس يقول لك الوضع حساس فالسينس اللي تحدث عنه اللي هو الإحساس فإيه هو المقصود يعني لما أقول لك مثلا مثلا هو إشارة تصدر من إيه أو الإحساس لما أقول لك مثلا إيه ده فلان راح هناك آه 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 ده هو طلع اللي عمل عاملة دي فآه هنا تعني تأكيد على الكلام فيه تمام دي عبارة عن الحالة حالة إشارة الحاجة التانية مثلا آه إن أنا أقول لك مثلا آه كلمة ترياء يديك مثلا مثلا آه 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 ده ده فكر نفسه مش عارب إيه فهمني واحد يقول لي عما صدعت من الكلام معاك آه هنتش قادر فإن آه هنا تعني الألم فهي إشارة ولكن تحمل فطياتها في موافقة أو في تريقة أو في تألو تمام نفس الكلمة لكنها حملت كذا إيه كذا معنا طيب ده من جنس إلى جنس طيب إلى جنس جنس آخر مثلا القطار الحيوان مثلا ممكن تشوف قطة تقول لها بس 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 فهمني يعني جاء تاكل الأكل بس بس يعني يمشي فهمني حاجة تانية مثلا إيه أو حالة تانية بس بس يعني تعال خذي الأكل تعال خذي الأكل فهمني فهنا الطياتي اختلفت المعنى اختلف تمام طيب طبعا لحتى الآن هو شغل أكاديمي الذي أتحدث به هو شغل أكاديمي ينبغي أن أعرف أنواع الصوت جيدا للرجال والنساء عندنا النساء التلات أصوات ما فيش غيرهم لا رابعة لهم صوت النسائي اللي هو الغليز اللي هو بوقت تخين بسميه بسميه ألطو حلو والمتوسط الغلزة اللي هو الخفيف شوية بسميه ميزو سوبرانو والحاد اللي بستخدم في طبقة الأبر بقول مثلا إيه ده ده سوبرانو يبقى أنا عندي ألطو وميزو سوبرانو وسوبرانو اللي هو الحاد حلو الكلام ده اللي هو أنواع الصوت طب بالنسبة للرجال هتلاقي عندك صوت غليز زي مثلا الشيخ عفتاح الشعشع لما يدخل في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن تحس أنه هو بسموه طبقة اللي هو الباص لأنه طبعا معروف أن طبقات الصوت ثلاثة تحدثنا عنهم قبل ذلك قرار جواب جواب الجواب القرار دي كيف تعرف أن أنت بتصدر طبقة الجواب أن أنت تحط إيه ده أي أنت طبقة القرار حطها عيدك على صدر آآآ أتلاقي أنه فيه بيتهز هذه طبقة الجواب فكل واحد يقول لا تقرأ بالصوت على هذه الوتير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده صوت غليز بسموه الباص النوع الثاني مطلسط بسموه الباريتون وده منه كتير مصطفى إسماعيل ومن شاوي وانا وانا على المستوى الشخص أنا صوت باريتون ويعاب بالفتح الطروتي الصوت الحاد وده نادر جدا ده بيقى جواباته طبعا طبعا زي البداية مسلا ممكن تراقي الشيخ عبدالبسط عبدالصمم الشيخ فرجال الشزلي الشيخ محمد الليثي الشيخ حصان كل دول تحس ان هو بدأ جواب الجواب ولكنه ايه ولكنه طبعا تنور حد جدا لحد الوقت اعتمنى الناس تكون فهمة معايا طيب ماشي طبعا لو جيت بقى لو جيت بقى احنا قلنا انواع صوت اللي هو الرجال والحرم طيب عندنا بقى في الشغل الاكاديمي بتاعنا الصوت يقسم الى ثلاث انواع اما ان هو صوت يسمع وصوت يحس وصوت يسمع ويحس صوت اليسمع اللي هو جميل يعني انت بتسمعه خلاص بس الاسف الشديد اولا ما اقترهم قطر او على الساحة اللي بيقلد مشاره اللي بيقلد مش عارف مين شاو واللي لاب 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 واللي انت عاستر تقول ولكن ما وصلش لقلبك هذا الصوت الجيم رغم انه جميل لكن انا رغم يوصل الى قلبك ده بسميه صوت يسمع انه هو التاني صوت يحس زي مين الصوت اليحس هو عنده امكانيات ضعيفة صوته ما تدارش تقول عليه انه هو ايه انه هو جميل بس عنده احساس عنده السينس فزي الشيخ نصر الدين طبار والابتالات بتاعته كلها بتبقى يعني تأمير الحزن شوية فامكناته على قده بس السينس عنده بسم الله ان شاء الله عالي جدا طلها في ظي البتاع اللي هو البتاع اللي كان بقى ده كل شوية فتكروا ما عرفش فتكروا انساه طب اللي بتاع اللي هو اللي انا فكره حيدا يهدي الصبح يشراق سلاه يا عيد يا عيد فهو قال اللي عيد ما في فرحة مع ذلك استخدم مقام صبع فمش هنركز في حلوة او في المآمن اللي استخدمه اكتر من نوع عنده السينس احساسه بالقرآن الكريم النوع الثالث وانا ان شاء الله اسأل الله علي يا عظيم انا واياك انه يكون ان احنا نمتلك هذه النوع قال له ان احثك له صوته يسمعه يحس تسمعه يحس زي مين مثلا زي الشيخ مثلا عمران والشيخ المنشاوي والشيخ البهتم حصان ومن هم على الصحة حاليا يعني اللي هو اجد وبصراحة يعني الشيخ هفتح الطروتي والشيخ محمد اللي است نفس نظام الشيخ الشحات ناس تحس انه طبعا والشيخ اللي هو المنشاوي ده المنشاوي ده موال رحمة الله علي تعالى يعني اذا سمعته حسبته بأنه يخشى الله عز وجل تمام طيب انا فين في التلاتة احنا هنركز في هذه الدورة على الصوت الذي يسمع ويحس طيب السؤال كيف يكون صوت يسمع ويحس انا عايز اكون منشاوي المنشاوي مثلا في بعض التلوات وادخل وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام بقف مع هذه الآية بحس انها بصورها بحس انها بصورها وادخلها تحس انها بقولك في فعل بالفعل في ناس داخل من تحت الأنهار تحس ان في نهر نازل تحياتهم فيها السلام تحياتهم فيها سلام يعني السلام معيو تفضل يا جماعة تفضل تفهمني دا عنده احساس بصوت حلو احساس بصوت حل خلي بالك تيجي مسلا واحد تاني مسلا آآ وسيق وسيق الذين تقعوا الذين كفروا الى جهنم زمراء طبعا ماشي صوتك حلو بس انت بتقولها بأداء كأنهما مش رايحين الجنة دي رايحين الشيريتون رايحين الفرسيزون مش الجنة دي أبدا ففشلت في انك تحس المعنى وطبعا يعني اذا انت تخرج عن المعنى والقاعدة التي تقول ما يخرج من القلب لا يدخل الى القلب وما يخرج من اللسان فلا يعد الاذن اخر الاذن فانعزق مع بين الاثنين طبعا عشان تأح من اجل ان تحصل على الاثنين بغى ان تمتلك الثقافة الصوتية ويعني سنقف هنا وقفة اخي الصوت من خلال ان انا اسمع صوتك استطيع ان افهم ان افهم الله اكبر ولله الحمد من خلال الصوت يا اخوانا انا اقدر اعرف حالتك اشخص حالتك الحال النفسية اعرف من خلال صوتك والحال الصحية اقدر حكم على صوتك والحال الثقافية اقدر حكم على صوتك الحال الثقافية مثلا لو انت يعني افترض ان انت رايح موقف مثلا موقف في المنزلة ورجل اقع عليكم تنطبي تنطبي شبرا شبرا فاهمني فاخلاله انت عرفت الثقافة قد فتاقفت حاجة هيا مثلا راح تخلص مصلحة مثلا فالموظف فا اه هيا فاني اخبارك ايا اما ايه 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 تفضل يا صدر ايه باسلوبش اياك وانت عرفت انت ثقفته من خيرات صوته خلي بالك الحالة الصحية يعني الحالة الصحية عنوان الصوت النهاردة مثلا انا بقتصر عليك ايه 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 ايه. ايه ايه ايه. الحمدلله تابعا شوف اصح عارف اه 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 قلت له انها المشاهد ان انك برد فمن خلاله اه اه واحدين مذهبين اخبرك ايه الحمد لله اه الحمد لله ايه اه فايه اه فيه تحك لليه ما تفرحنا مادحكنا معاك فعنوان الصوت انا عرفته عن طريق الحلال الصحية وكزلك برضو الحالة النفسية والحالة الثقافية انا المطلوب من ان اعمل ميكسنج ما بين التلاتة من اجل الوصول الى الحس والجمال طيب تلات اشياء لازم تعملوا لابد ان تفعلهم اي قارق محفل في اي حتة اخوان انت بغي اول حاجة ان تقرأ اية لا تقرأ اية الا انت عارف معناها يعني ما جيش مثلا اه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير الله يا مولانا قل لي يا مولا ربيون معناه ايه انت يا مولانا قاعد تدلع في اية والدلاعة والدلع معناه ربيون ايه فهي مولانا قاعد صمع ما يعرفش يعني اي كلمة ربيون وبالتالي انت وصفت الاية او وصفت الكلمة ثقافة القارق نفسه يعني فيه حتى فيه كتاب كده اسمه غريب القرآن غريب القرآن يعني يعني تكسل حتى تقرأ المفردات قبل ان تروح تقرأ الجزء بتاعك سواء في المسجد او حتى في المحفل انت رايحه ما يمنعك ان انت تقرأ وتبقى عارف في الدنيا عشان لو حد حفقك في سؤال مثل هذا تعرف ان انت تقدر تجوا فالثقافة الفهم الاية ما تقرأش اية ما تش فهمها وإلا تعبارها غلط زي صاحبنا اللي يقول لك ان للمتقين مفازا حدايق وعنابا العشد انت زعلان مثلا زعلان هم في كذا 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 فخطأ خطأ ابن منتقيين حدايق مع ناباء أطربا أو أكرابا Orp. وكأسا ضهق فالفهمه هذا jut الأمر الثاني اختيار النص والأسلوب المناسبين نص الآية والأسلوب المناسب يعني في أيام الهجرة مثلا وعين صرح أقرأ تقرأ مثلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى أو إذا أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين ما لكم إذا قيل لكم منفروا لو راح في المهد النبوي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق محمدا رسول الله آيات الحج الحج أشهر معلومات فإذا إذا يعبر على المجال هذا عنده ثقافة فهي يعيشنا خلي بالك هيعيشنا معنى القرآن هيعيشنا معنى القرآن أما أنت مثلا في محفل مثلا يعني أحد الأحباب أحد الأحباب كان طالع عزة فطبعا الأحباب بيبدع بقى وبيقول لك يعني بيخلي العزة فرح بيقرأ بقى ويقول لك يعني الله لا ناس بتبص له صاحبنا قعد شغال بعد شوية قالولو معلش اختم وتوقع الله شوف انت لسهلك كم السلامة فإيه جماعة ده أنا الشيخ فلان ده أنا ده ده أنا ده قتل المعلم جاي جاي في عزة ابن الراجل توفى مستشهد في عربية في حادثة كده فما ينفع أنت في عزة عزة عن عزة يختلف في عزة واحد مثلا ما يتبع عنده مئة سنة خلاص بقى أنا قطر خير الدنيا فابدع كيف ما تبدع متجيش الناس مقهورة بيجي لا لأ انت جاي تهزر بقى انت جاي تهزر فاختيارك للأسلوب ده مهم جدا اختار النص مهم جدا 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 لازم القرأ يكون متعايش مع الواقع الحالة نفسية القرآن هو آه الحالة نفسية المهم جدا الذي يساعدك على النقاح الثاكلة والحس والصوت الحالة نفسية بمعنى الحالة نفسية يا أخي أنا فاعتقد الشخص أن جل القراء جل القراء مش عايز أقول لهم إلا مرحا لما يقرأ سواء كان بيقلد المنشاوي وبيستحضر سوط المنشاوي واعتقد الشخص وأتمنى من الله عز وجل أن يصني أنه لا يتدبر ولا يقرأ القرآن من أجل القرآن ولكن يقلد الشيخ بيقلد فلان أو حصل لوراء الشيخ بيقلد العلان فأنت تحاول وأنت تقرأ أحد تجيب المنشاوي وكان بيقف على هزاي أو مصطفى إسماعيل من حاقة ومني أمريكا من حاقة كبت مدو عز من قارعة فسيدنا يعد يعني يا أخي يا أخي أنت بيقلد المصطفى إسماعيل والله لو كان عايش مكان ررب المهزلة دي أنت بتقلد أداء إليه فبرضو الحاجات اللي هي الجو العام أنك تقرأ ولا تخشى الله عز وجل يعني الذين يستمعون إليك هم مين الذي يستمع إليك هو القرآن والملائكة الكرام السفرة والملائكة الكرام السفرة خلي بالك فلا تخشى إلا الله ما تخشى هنا والله حقا أنت أخشى هنا وأن كنتم مؤمنين فتدبر في القرآن تدبر في معانا القرآن لا ما تعملش للناس حساب ما تخافش من الناس ما تتوترش من الناس دول أعتبرهم كأنهم كياس جوافة لا تخشى إلا الله عز وجل لا تخشى إلا الله عز وجل المهم جدا أن تتركز في اللي أنت وتبدأ في اللي أنت تقوله ولا تخشى الناس لأن حتى لو أنت تفكر في الناس ممكن يجي لك ما تعرفش تبدأ كالطريقة التي تجب ختاما حكم تزين الصبر الكريم حديث صحيح المسلم والبخاري أن النبي قال ما أذن الله لشيء ما أذن للبي حسن الصوت يجهر بالقرآن ويتغنى بالقرآن يجهر به حديث صحيح تغنى بالقرآن مطلوب أنت ربنا أديك صوت أديك حنجرة بتطلع ما خرج حروفك سليم لعندك لدغة لعندك أي حاجة هتتحاسب نعم حافظ عليها القرآن ده شرف وفخر والله في الدنيا قبل الأخيرة فخر في الدنيا قبل الأخيرة لو كان حضرتك استفدت في الفيديو ده ياريت عمل مشاركة واعجاب وتترك تعريق استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم سامير عبدالغاني من جمهورية مصر بالله عليك استحلفكم الدعاء لي بالشفاء العجل والسلام عليكم من الله وبركاته